أيها بناتي طلاب وطالبات الصف الثاني السنوي أهلا بيكم مع حلقة جديدة من حلقات مادة الجغرافية جغرافية التنمية عبر وزارة التربية والتعليم النهاردة إن شاء الله معنا حلقة جديدة مع الوحدة الأخيرة إن شاء الله من جغرافية التنمية وهي التنمية البشرية طبعا كنا انتهينا الحلقة اللي فاتت في درس السياحة وده كان آخر درس معنا في الوحدة التالتة والنهاردة إن شاء الله بننتهي بالمنهج بتاعنا الوحدة الرابعة اللي بنبدأ بيه بأول درس لنا وهو ما هي التنمية البشرية يلا بينا نبدأ حلقتنا كده النهاردة ونشوف كده إيه التنمية البشرية وإيه أهدافها وتعالوا نشوف أهداف الدرس بتاعنا ما هي التنمية البشرية مطلوب من حضراتنا في نهاية الدرس إن شاء الله إن احنا نحط مفهوم صحيح للتنمية البشرية إن احنا نستنتج المراحل التي طورت بيها مفهوم التنمية البشرية إن احنا نحط تقييم للأهدف من التنمية البشرية بتاعنا إيه ونميز بين أبعاد التنمية البشرية في النهاية لازم الطالب يبقى عنده رأي في الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية البشرية وهل هو ممكن يحط استراتيجيات من عنده بعد ما نلم بالدرس بتاعنا ونتعرف على المفهوم ونستنتج تطور هذا المفهوم وأهدافه وهيبقى عندنا بعض الاستراتيجيات اللي لابد إن احنا نحققها عشان نوصل لمفهوم التنمية البشرية أو عشان نوصل لتحقيق التنمية البشرية يلا بينا نبدأ حصتنا وتعالوا كده مع بعض نشوف مقدمة لنا للدرس المقدمة هنا مهمة جدا لأنها بتفتح معاك الدرس كله بتفتح مفاهيم بتفتح معاك الحوار هيدور حوالين الدرس ككل بيقولنا أن التنمية البشرية أولاد هي عبارة عن فكر يقوم على الإنسان يعني التنمية البشرية بتختلف شوية عن التنمية الاقتصادية اللي تكلمنا عنها في الوحدة السابقة تختلف عن التنمية البيئية اللي تكلمنا عنها في التنمية الأول أن مفهوم التنمية البشرية هو فكر بيقوم على الإنسان وهو اللي بيمثل هدفها وواصلتها يعني الإنسان هو اللي بيقوم بالتنمية البشرية وهو الوسيلة اللي بيقوم بيها وأيضا هو الهدف من التنمية يعني هو بيعمل هذه التنمية عشان يحقق هدفه هو وعشان تخدمه هو في النهاية فكل ما خلقه الله في الكون وجد ليستفيد منه الإنسان يعني كل حاجة أولاد في البيئة المفترض ربنا خلقها المين للإنسان وعشان الإنسان يستفيد بيها ويتمتع بما خلقه الله حتى يتطور هذا الإنسان بهذه الموارد وتبدأ تتحسن أوضاعه تحسن ظروف حياته تتحسن مستوى معيشته وبيقول لنا عشان نقيس الظروف دي والمستويات المعيشة دي وعشان نعرف هل فعلا الإنسان وصل لمرحلة أنه يطور ويحسن من وضعه ولا لا تم وضع عشرات المؤشرات المؤشر هو هنا الدليل أو هو الرقم الإحصائي اللي ممكن من خلاله نعرف هل تم تحقيق وضع مستوى معيشة معين ولا لا هل تم تحقيق تطوير في جانب التنمية البشرية ولا لا فاتحطت يا أولاد عشرات المؤشرات خاصة بصحة الإنسان خاصة بمستوى تعليمه خاصة بالدخل بتاعه قالنا هو أنا هنا كده لما بقول وضعت عشرات المؤشرات الخاصة بصحة الإنسان ومستوى تعليمه ودخله يبقى هنا هستنتج على طول من خلال الجملة بس دي أن هنا أنا هتكلم في التنمية البشرية عن الصحة عن التعليم عن الدخل يبقى هما دول التلات مفاهيم اللي هيمثلوه لي أو التلات أبعاد اللي هيمثلوه لي التنمية البشرية كمان اتعمل دليل هنوصله في الآخر اسمه دليل التنمية البشرية نقيس بيه كل دولة هل قدرت تحقق التنمية البشرية بتاعتها ولا لا والدليل دولات بيعتمد على ثلاث أبعاد رئيسين حاجة اسمها التعليم حاجة اسمها الصحة وحاجة تالتة اسمها الدخل يبقى أنا عندي عشان نقيس مستوى التنمية البشرية في أي دولة ووضع العديد من المؤشرات الخاصة بالصحة والتعليم والدخل ووضع أيضا دليل يقيس التنمية البشرية في كل دولة ومعتمد برضو على التعليم والصحة والدخل أنا كده من بداية الحصة بتاعت يا مستر أنا عرفت أن هتكلم عن إيه في التنمية البشرية هتكلم عن ثلاث مفاهيم هي التعليم والصحة والدخل كمان هيكلمني في الوحدة دي يا أولاد عن بعض نمازج كده بعض الدول قدرت أنها تحتازي بيها وتاخد بهذه الاستراتيجيات وقدرت فعلا أنها تحقق مفهوم التنمية البشرية تعال نبص كده ونبدأ حصتنا ومهية التنمية البشرية ونشوف للصورتين الصورة على اليمين كده والصورة الأخرى على اليسار وبيبدأ يفتح درسنا ببعض أسئلة وتساؤلات تفضل أن أنت تعيش في أنهي مستوى من الصورتين إيه توقعاتك للخدمات اللي موجودة في المكانين دول زي ما أنتوا شايفين على يمين الصورة وسيلة تكنولوجية حديثة للتعليم على اليسار زي ما أنتوا شايفين شعوب بتعاني من قلة الدعم وقلة الخدمات في التعليم أو في الصحة أو في البنية التحتية يعني حتى مفيش فصل مفيش مدرسة وشايفين الحالة التعليمية ماشية زي قاعدين وشايفين اللي بيشرح أو اللي واقف بيحاول يحل بسألة على الصبورة وشايفين الفرق الكبير بين الصورتين وهذا هو الفرق ما بين دول بدأت تهتم بالتنمية البشرية ودول أخرى لسه ما زالت متأخرة ولم تضع التعليم نصب أعينها ولم تضع الصحة نصب أعينها وبالتالي فهي ما زالت من الدول النمية أو كل من دول العالم السادس فبيقول لنا بملاحظة الصورتين يا أولاد نجد أن هناك اختلافا كبيرا في المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي بما يشتمل هذا المستوى من أوضاع بعيشية ودخل ومستوى تعليمي وصحي ومدى ملأمة البيئة هل البيئة على يسار الصورة هي اللي بتلائم لعملية تعليمية وتنمية بشرية بيقول لنا طبعا هناك فرق في مستوى التنمية البشرية بين الصورتين ولو خيرنا في أي المجتمعات نفضل طبعا هنختار في المجتمع اللي على اليمين الذي يأخذ به النهضة والتنمية البشرية يلا بينا بقى نروح نعرف يعني إيه تنمية بشرية ونبدأ نتكلم عن أهدافها ونشوف أبعاد التنمية البشرية المقصود بالتنمية البشرية هي عملية إعداد وتوجيه واستثمار للموارد البشرية يعني يا أولاد جملة معناها أن أنا بمسك العنصر البشري وهو القائم بعملية التنمية أعمل له عملية استثمار أستثمار للمهارات بتاعته أستثمار يا أولاد خبرة الإنسان وقدراته واستثمار مهاراته في كافة القطاعات في التعليم أستثمار المعلم وخليه طلع أفضل ما عنده في الإعلام في الثقافة في الصحة هي أستثمار المورد البشري اللي موجود عندي ليه؟ إيه الهدف من القصة دي؟ قال لي بهدف التحسين المستمر لمستوى رفاهية الفرض وتحقيق أهداف المجتمع وإحنا مش شوية قلنا من شوية مش قلنا أن التنمية البشرية اللي بيقوم بها الإنسان هو لخدمة الإنسان يبقى أنا هنا لما هستثمار المورد البشري وهو الإنسان أنا باستثماره ليه؟ في قطاع الصحة أو التعليم أو الثقافة أو البيئة أنا باستثماره عشان يحسن مستوى معيشته أما يبقى عندي معلم كف هيقدر يحسن مستوى معيشته أما يبقى عندي مهندس كف هيقدر يحسن مستوى معيشته أما يبقى عندي طبيب إلى آخره فهربائي نجار مهني حداد أي وظيفة من وظائف المجتمع لما المجتمع يعمل تنمية بشرية بمعنى يرفع قدرات الفرض في المستوى بتاعهم أو في الوظيفة بتاعتهم ده هيساعد بصورة كبيرة جدا في تحقيق أهداف المجتمع وهيساعد أيضا في التحسين المستمر للرفاهية الفرض يبقى التنمية البشرية هتسمع يا أولاد في جانبين هتسمع في أن اللي أنا هرفع قدرات البشر بتاعته دي أو هرفع مهاراته مستوى معيشته هتحسن وهتسمع كمان أن لما ده مستوى معيشته يتحسن وده مستوى معيشته يتحسن وده مهاراته تتقدم وده مهاراته تتطور ويعرف قدراته وإمكانياته هبصة لاقي المجتمع كله بدأ يتقدم هبصة لاقي كله بدأ يرتفع مستوى ما عشته إذن هوصل لمرحلة تحقيق أهداف المجتمع يبقى يقصد بالتنمية البشرية تاني عملية إعداد وتوجير واستثمار للمورد البشري في كافة القطاعات سواء كان التعليم أو الإعلام أو الثقافة أو الصحة والهدف من كده أولاد إن أنا أحسن مستوى رفاهية الفر وحقق أهداف المجتمع طيب لو حضرتكم تتذكروا في الترمي الأول في بداية منهجنا خالص كنا اتكلمنا عن ظهور مفهوم التنمية الأول كتنمية إيه اقتصادية ثم ظهر مفهوم التنمية تاني في علم الاجتماع كتنمية بشرية يبقى هنا فيه تطور مرت به مفهوم التنمية ولا مفيش تعالوا نشوف كده بعض المراحل اللي مر بيها مفهوم التنمية ظهر مفهوم التنمية منذ العبد الأخير من القرن العشرين يعني 1990 كده وإحنا طلعين والسبب في كده إن بدأ الاقتصاديين ينتبهوا للعنصر البشر يبقى هو اللي بيها بنعرفه بالأيد العاملة أو بنعرفه باسم رأس المال البشر حيث طاقة الإنسان البشرية للإنسان يعني لم يدرك الإنسان إلى الآن مدى إمكانياته وقدراته التي خلقها الله لا وبالتالي فبدأ الاقتصاديين ورجال الأعمال والمهتمين بالتنمية الاقتصادية يقولوا لا ده إحنا عندنا مفهوم أهم لازم نسعى ليه وتنمية أهم لازم نحققها وهي التنمية يا أولاد البشرية فبدأ يظهر مفهوم التنمية البشرية والتي تعد بيقولنا هو أساس عملية التنمية وأساس عناصر الإنتاج إذن فالتنمية ما بقاتش مفهومها عند الاقتصاديين إن أنا مجرد أزود دخل الفرد فقط بل بدأ يصبح زيادة الدخل بالإضافة إلى الاهتمام بالمستوى التعليمي مستوى الصحي مستوى السياسي الثقافي كمان ما نغفلش دور المرأة ولابد من تنكين المرأة اقتصاديا بوظائف عمل مناسبة وسياسيا بوظائف قيادية مناسبة وفي الجوانب الثقافية إذن بدأ مفهوم التنمية يتطور تاني منذ العقد الأخير من القرن العشرين والسبب في كده أولاد إن الاقتصاديين بدأوا يهتموا بفكرة رأس المال البشري وبدأت عملية التنمية تهتم مش بمجرد زيادة دخل الفرد وإنما لابد العمال اللي في المصنع يبقى عندهم مستوى تعليمي معين المهندس الطبيب المحامي المعلم عنده مستوى تعليمي مستوى صحي مستوى سياسي ثقافي المرأة لازم تتمكن في المجتمع ونركز شوية على التركيب النوعي بدل ما أنا مركز على التركيب النوعي بالنسبة للذكور أبدأ أهتم أيضا بالنسبة للمرأة وبالنسبة للإناس وأتجه للتمكين بالنسبة لها طيب يلا بينا بقى ننقل إحنا كده خلاص يعني قدينا مفهوم التنمية البشرية وقلنا أننا هرفع قدرات البشر زي ما كنا بيقولها في الترم الأول بس هنا بيقولها بتفصيلا شوية أننا بعمل عملية إعداد وتوجيه واستثمار للمورد البشر والهدف زي ما قلت أننا مش هعمل زيادة في دخل فقط أقدم أنا هعمل تنمية في مجال الصحة وفي مجال تعليم وفي مجال سياسة وفي مجال ثقافي وكمان هدفي تنكين المرأة طيب يلا بينا نروح لأهداف التنمية البشرية الاقتصاديين يا أولاد والمهتمين بعملية التنمية زي ما قلنا عليهم من شوية بدأوا يحطوا لما بدأوا يتموا بعنصر البشري قالوا والله إحنا لازم نحقق أهداف رئيسية من إن إحنا بنعمل التنمية البشرية أو من اتجاهنا للتنمية البشرية وكان من الأهداف بتاعتهم اللي هم حطوا هلنا هي الاهتمام بالتعليم وأنا يمكن من أول الحصة بدأنا وقلنا إن بتدور التنمية البشرية حول تلات محاور الناس اللي مركزها معايا يعني هيلقضوا على طول إحنا بنتكلم في إيه فقلنا إن التنمية البشرية ركزت على تلات محاور الناس اللي كانت معايا تمام إيهما التلات محاور نتسائل كده فيهم يبقى صحة تعليم داخل طب يبقى لما يحطي لي هنا أولاد أهداف التنمية البشرية يبقى هتدور في إيه أهداف التنمية البشرية هتدور في التلات محاور تعليم وصحة وداخل طب يلا ربينا بقى نشوف أهداف التنمية البشرية بالتفصيل نوعا ما قال لي أول هدف الاهتمام بالتعليم يعني زي ما بيقول أليف بتنمية بشرية هو التعليم التعليم ليه بما تفسر ليه بيأتي الاهتمام بالتعليم في مقدمة التنمية البشرية قال لنا لإعداد إنسان قادر على التفكير الإبداعي ومواجهة مشكلات الحياة بشكل إيجابي وفعال بمعنى أننا لما باهتم بالتعليم بيبدأ أجهز أو أعد إنسان قادر يفكر تفكير إبداعي هنا يعني تفكير غير روتيني تفكير غير سطحي مش تفكير عادي لما باهتم بالتعليم بيبدأ الإنسان يبقى عنده تراكم من خبرات يقدر يفكر التفكير الإبداعي اللي يساعده في أنه يحل المشكلات اللي ممكن تواجهه وأنه ما يقس وأنه يفكر بشكل إيجابي يبقى هنا التعليم له دور كبير في تحقيق التنمية البشرية لأنه خاص بمواجهة مشكلات الحياة طيب أيضا هاتم بمستوى الصحة وتحسين المستوى الصحي هنا وانشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع لأنه إيه اللي هيفيد أن أنا عندي عامل زو كفاءة وزو مهارات وخبرات لكن مريض غير قدر على العمل يمتلك أر المهارة ويمتلك الخبرة ويمتلك ويمتلك لكنه غير قدر على الانتاج لأنه مريض يبقى لازم أمشي خط متوازي يا شباب التعليم يمشي معاه خط متوازي آخر وهو الصح يبقى أهداف التنمية البشرية هي الاهتباب بالتعليم لأنها هتخلق لي هتعدي لي إنسان قدر على التفكير الإبداعي هتبدأ تحسين لمستوى الصحة ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع طيب حد فاكر يعني البعد التالت اللي بدأنا به في المقدمة بتاعتنا عن التنمية قلنا بعد التعليم وبعد الصحة البعد التالت تمام هو الدخل يلا نروح نشوف كده هيقول إيه في أهمية في أهداف التنمية بالنسبة للدخل بيقولي تحسين وضع المعيشة وتحسين الأوضاع المعيشية هنا من خلال زيادة متوسط الدخل الفرط يبقى لعب في أهداف التنمية البشرية الناس اللي مركزة معايا على أول ثلاث أهداف بأول ثلاث أبعاد تعليم صحة تاكل ثم جي بعد كده يفصل بعض النقاط المرتبطة أيضا بأهداف التنمية البشرية في إسراء الفرد بالمجتمع بشكل أخلاق ومؤثر أي إسراء التواصل بتاعه أي أن الفرد يجب أن يتواصل مع مجتمعه يكون إيجابي ما يكونش سلبي يشارك زي ما قلنا من شوية في حل مشكلات مجتمعه فلما برفع أنا قدرات البشر يا أولاد وما بنميهم وما بوفر لهم تعليم وصحة على طول هينطل عن كده أن الفرد ده لا يمكن أنه هو يتخلى عن مجتمعه في أزماته هنبص نلاقي الأفراد دول هيتواصلوا بصورة إيجابية وبشكل أخلاقي ومؤثر في المجتمع بتاعه طيب أيضا تهدف التنمية البشرية إلى أنها تكسب الفرد وده يمكن من التعريف بتاعنا في التنمية البشرية تكسب الفرد المهارات المطلوبة لسوق العمل لأن أنا قلت في تعريف التنمية البشرية من شوية لو تتذكروا أن إحنا قلنا أن أنا يعني أعمل عملية إعداد وتوجيه واستثمر للمورد البشر فهي معناها أن أنا أأهل الفرد أكسبه المهارات المطلوبة مهارات زي القيادة في فرد بيبقى قائد في فرد بيبقى تحت القائد في فرد في أشغاص عندهم خبرة وتواصل في إدارة الوقت في أشخاص تانية تستطيع أن تعمل في فريق ما يعرفش يشتغل لوحده إذن لازم نكسب الأفراد هذه المهارات اللي هتؤدي بدورها في أنها توفر لنا فرص عمل مناسبة للشباب وبالتالي تبدأ تتحقق ما يعرف بإسم التنمية البشرية ونحقق في نفس الوقت أهداف هذه التنمية وهي خدمة الإنسان يبقى أهداف التنمية البشرية حضراتكم بتتذكرها لبالتلات أبعاد أهتم بتعليم عشان يبقى عندي إنسان قادر على التفكير بشكل إيجابي أهتم بالصحة ويعني نرفع من قدرات الفرد الجانب الصحي وما يعرف بإسم الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع ثم أحسن المستوى المعيشة بزيادة الدخول للأفراد ثم تفصيلاً شوية أعمل كده بالهدف التنمية أننا هسري أو تواصل المجتمع أو تواصل الفرد بمجتمعه ثم تأهيل الفرد بالمهارات المطلوبة لسوق العمل دي اللي كنا بنتكلم عنها من شوية اللي بتعرف بإسم يا أولاد أهداف التنمية البشرية يلا نروح للنقطة اللي بعد كده ويوريني رسمة كده جميلة للتلات أبعاد اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية وحطهم لي في الأهداف وهو البعد الأول التعليم ثم ساهم رايح للصحة ثم ساهم ومتجه إلى الدخل وتبدأ الدورة تعليم صحة دخل ومن خلال الرسمة دي أبعاد التنمية البشرية يبلنا أن الأبعاد دي أولاد متدخلة ولا كل يعمل فيه يعني صومعته الخاصة لا طبعا أبعاد تتدخل مع بعضها ولا غنى لأن كل يعني بعد يؤثر على الآخر ويتأثر به ودي لك اللي كنا اتكلمنا عنها في مبادئ التنمية زمان لما اتكلمنا عن التكامل واتكلمنا عن الشمولية فقلنا القطاعات قل لها لابد من الاهتمام بها لأن كل واحد يؤثر في الآخر فيما يعرف بالتكامل طيب يلا بينا بقى نشوف أبعاد التنمية البشرية بعد بعد تعليم صحة دخل وليه يجب على الدول الاهتمام بالثلاث أبعاد وليه ما ينفعش أن أنا أهمل بعض من هذه الأبعاد يلا بينا كده نبدأ بالتعليم بيقول لنا طول دول العالم اهتمام كبير بالتعليم يعني دول العالم بتهتم اهتمام خاص بالتعليم وبأشكاله أماطه المختلفة يعني حتى بداية من محو الأمية يعني في دول كتير جدا ومنها مصر طبعا بننفق أموال كتير جدا على برامج محو الأمية ويعني اللي ينظر إلى هذه الاتجاه أو إلى هذا الاتجاه يقول يعني محو الأمية مش مفيد قوي لا مفيد مفيد بالنسبة لكبير السن إنه هو يعرف فيه قراء ويكتب اللي تصرب من التعليم إنه يعرف فيه قراء ويكتب احنا اتفقنا من شوية أولاد إن التعليم هيساعد في حل المشكلات إن التعليم هيخلي الفرض يرتبط بمجتمعه مش هيخليه زي ما بنقول كده سلبي نحو مجتمعه فهنا الدولة بتهتم بالتعليم بكافة أموات محو أمية بداية تعليم أساسي الابتدائي والإعدادي ثم التعليم السنوي والفني لحد التعليم العالي والتعليم العالي له يعني مكانة خاصة في مجتمعات كلها لإن ده النهاية اللي بيوقف الخريج على سوء العمل المطلوب اللي بيبنيل القيادات وبيبنيل الكفاءات اللي هتحتاجها عملية التنمية كمان إن التعليم بيحقق لما يعرف باسم المساواة تكافه الفرص لسه في مقدمة الدرس حضراتكم اتكلمنا عن حاجة اسمها تمكين المرأة وقلنا أن من هدفنا في التنمية البشرية نحن نسعى إلى تمكين المرأة وبالتالي فالتعليم هيبقى باب ممتاز للمساواة وتكافه الفرص بين الزكور والإناس هيبقى عندي طبيبات، معلمات، مهندسات يبقى عندي في جميع المجالات مكينة المرأة أيضا التعليم الدول بتهتم به خاصة بالبحث العلمي، المعرفة التكنولوجية لأن هي دي برضو اللي هتساعد في تطبيق البرامج التدريبية يبقى التعليم أول بعد من أبعاد التنمية قلنا الدول بتولي اهتمام خاص به يعني تعتني به اعتناء خاص خاصة مجال معين ولا كل المجالات كل مراحل ومجالات التعليم حتى زي ما قلنا من شوية محو الأمي لحد ما وصل للتعليم الجامعي اللي أهميته لقيمة كبيرة لأنه بيعد القيادات والكفاءات التعليم هيساعدني في المساواة وتكافه الفرص بين الزكور والإناس التعليم قلنا هيقدي إلى الاهتمام بالبحث العلمي هيساعدني في الاهتمام بإعداد وتطبيق البرامج التدريبية وهنا بيقول لي معلومة أن كده في علاقة ترضية بين مستوى التعليم وبين المشاركة الإيجابية في برامج التنمية العبارة صحيحة ولا خطأ يا شباب هناك علاقة ترضية بين مستوى التعليم وبين درجة المشاركة الإيجابية في التنمية آه طيب علاقة ترضية يعني إيه يتزايدوا مع بعض أو يتنقصوا مع بعض طيب هنا علاقة ترضية بين التعليم وإيه والمشاركة في التنمية آه نتفعنا لما هنهتم بالتعليم بكل أشكاله هيبدأ يبني قيادات وكفاءات تحتاجها التنمية آه هيبدأ يعمل لمساواة وتكافؤ فرص هيهتمل بالبحث العلمي وبالتالي هيبدأ التعليم يساعد في المشاركة في أو زيادة النسبة نسبة المشاركة في التنمية يبقى هناك علاقة ترضية أم علاقة عكسية علاقة ترضية بين التنمية أو بين التعليم وبرامج التنمية يلا بينا نروح لبعد تاني من أبعاد التنمية وهو الصحة من أبعاد التنمية البشرين أيضا الاهتمام بالبعد الصحي بيكون عن طريق أننا حاول أرفع متوسط الأعمار ورفع متوسط الأعمار هنا هيبقى الاهتمام بالجانب الصحي آه انخفاض معدلات وافيات الأطفال ويمكن الكلام ده يعني حضراتكم عارفينه من زمان كنا بناخده في المرحلة الإعدادية وخدناه في منهج قولة سنة وفي مصر آه ان فيه هناك دول بترتفع فيها نسبة الوفيات فيه دول بترتفع فيها نسبة آه الشباب نسبة الأطفال فالجانب الصحي هنا هيهتملي بقى أولاد أرفع متوسط الأعمار فيه دول متوسط أعمارها بعمل تفع اللي يصل للتمانين والتسعين سنة فيه دول متوسط أعمارها من السبعين من الستين فهنا هنسعى في الجانب الصحي ان انا ارفع متوسط الاعمار يعني ارفع متوسط الاعمار برضو عشان الناس ما تفهمناش غلط هيقول الاعمار بيد الله هي الاعمار بيد الله طبعا لكن احنا نتكلم هنا لما نقوم امراض يعني وباء زي كورونا لما انتشر وباء او امراض زي ما كانت بتنتشر قديما الطعون وبعض الكوارث يعني يعني وتصيب الانسان وتؤدي الى هلاك اعداد كبيرة فمتوسط اعمار الانسان هناك كده كان متوسط اعمار وقليل ولا لا اه معظم ما كانش بحد بيوصل للخمسين والستين دي ليه لان كان فيه امراض كتير وبتصيب الانسان وده معلوم من عند الله يعني اعمار معلومة عند الله ولكن هي سعي للانسان للقضاء على هذه الامراض فتبدأ متوسطات الاعمار ترتفع قديما لما بيحصل حدثة ممكن الشاب او الشاب او اي حد حدثة بيتوفى دلوقتي نظرا لتقدم الطب بيتم نقله الى اقرب مستشفى بيتم بيتلحق بيتم علاجه يبقى رفعت متوسط اعمار ولا برفعتش متوسط اعمار رفعت متوسط اعمار كمان خفضت في معدل وفيات الاطفال عن طريق التطعيمات وكلنا شايفين الجهد اللي بتبذلوا الدولة في الحفاظ على صحة الاطفال خاصة في المرحلة يعني سن الرضاعة ثم المرحلة الابتدائية انخفاض معدلات وفيات الاطفال اقدر من خلال الصحة اننا اسعى لتحقيق بعد الصحي جيد بتوفير مياه شرب نقية مرافق صحية ما تصيبش الانسان بامراض يعني كان فيه احصاء كده بيقول يا ولاد ان 80% من الامراض اللي بتصيب الانسان في العالم عموما نتيجة المياه الشرب اللي ما بتبقاش نقية او مياه الشرب الملوثة فهنا الاهتمام بالجانب الصحي هيلعب على نقطة ان لابد من توفير مياه شرب ايه نقية ايضا رعاية الاطفال رعاية الامهات رعاية زوج الاحتياجات الخاصة او المعاقين اهتم كمان بالصحة الوقائية زي ما انتوا شايفين مثلا معايا في الرسمة الغذاء السليم الغذاء الصحي الخضروات والفاكهة اللي تؤدي الى الحفاظ على صحة الانسان لانها بتؤدي الى تقويت المناعة عند الشخص او عند الفرد ايضا يعمل الاهتمام بالصحة الى زيادة قدرة الفرد على الاستيعاب العلمي اه يعني حضراتكو كده برضو المشكلة دي بتصار عندنا كمان في المدارس وفي كل مكان وبنحاول ان احنا يعني ننبه الطلبة لها وهي ان يعني لازم حضرتك قبل ما تتجه للمدرسة تكون مثلا شربت حاجة عصير كالتلك سندويتش شربت اي حاجة كده دافية ليه لان لما بتهتم بصحتك بتبدأ عندك طاقة تبدأ توصل للمدرسة تبقى نشيط تبقى قعد في الحصة الاولى والتانية مستمع للمدرس جيد غير محالات كتير جدا بنشوفها ودائما انا بنصح الطلبة قدامي ابص اليوم نايمين على الدسكات يتخيلون ان النوم على الدسك ده نتيجة انهم صيروا طول لله ده مرض ده مرض نتيجة عدم الاهتمام بالصحة نتيجة عدم الاهتمام بالصحة الوقائية دايما بننصح الطلبة في المدرسة قصة الطبور بتاع الصباح الشغل في الطبور بيدي نشاط لليوم كل الطبور لما تشتغل فيه يديك نشاط للسد حيث تشغال فيهم وتبدأ تبقى يقص فيهم اما تشارك في النشاط في المدرسة تبقى يقص اذا هنا اولاد الصحة هنا يعني لابد من ان احنا نبقى مدركين جيدا ان الصحة ترتبط بالاستيعاب العلمي كل ما هتبقى حضرتك صحيح جسميا غير مرهق مش تعبان فايق ما عندكش زي ما بنقول انيميا وفقر دم لان ده يؤدي الى خمول وكسل فده هيؤدي الى ارتفاع نسبة الاستيعاب العلمي لدى الفرض وبالتالي لما يستوعب علميا هيبقى عندي رفع قدرة انتاجية وبالتالي هيزداد الدخل بتاعها يبقى الجانب الصحي هنا اولاد بيلعب على حاجات كتير جدا ارفع متوسط اماما اقلل نسبة وفيات اوفق 100 شرب نقية اهتم بالطفولة والامومة اهتم بالصحة الوقائية ازود قدرة الاهتمام بالصحة وده سؤال واحده كده ايه العائد اللي يعود على الفرض لما اهتم بصحاته هتؤدي الى الاستيعاب العلمي وبالتالي يرفع قدرته الانتاجية اه وهيزيد داخله وهيرتفع مستوى التنمية البشرية يعني كانت دايما نقول الحكمة بتاعتنا اللي هي يعني العقل السليم في الجسم السليم او الجسم السليم في العقل السليم بمعنى انت اخوال ما انت جسمك سليم صحيا هيبقى عقلك سليم يعني هتقدر تستوعب استيعاب جيد ابعاد التنمية البشرية والبعد التالت وهو الداخل انا تمت بالتعليم تمام ايه تمت بالصحة تمام طب وانا لما هتمت بالتعليم مش بقى عندي مهندس قف وانما هتمت بالصحة مش بقى عندي مهندس صحيح جسميا طب لما يبقى مهندس قف وصحيح جسميا يعني قادر على العمل ايه رأيكو في داخله هيزيد ولا هيقل تمام يبقى هيرتفع متوسط داخل الفرض بشكل بيؤثر بشكل غير مباشر في مستوى التنمية ليه يؤثر في الجانب الصحي ومستوى التعليم وده هيؤدي الى ان الدول تبدأ تحارب الفقر وليه الدول يعني لسه من اسبوعين ثلاثة لسه القيادة عندنا رئيس عبد الفتاح السيسي يعني زيادة في مرتبات الموظفين في الدولة ورفع حد أدنى للأجور وليه الدول بتحارب الفقر وليه الدولة بتحاول يعني توصل لداخل مناسب للفرض الهدف من كده ايه الهدف من كده ان انا لما يبقى معايا فلوس هعرف هتعلم صح وعلم أولادي صح ان انا لما يبقى معايا فلوس هعرف اهتم بصحتي جيدا وبالتالي لما هتتعلم انت أولادك جيدا او هتعلم أولادك جيدا وتهتم بالرعاية الصحية لأولادك جيدا كده هتبدأ الجانب الصحي والتعليم يرتفع يبقى هيزداد الداخل وهرفع القدرات البشر والكلام اللي قلنا عليه في الأول لذلك تهتم الدول لأولاد بمحاربة الفقر وتوفير داخل مناسب للفرد وتقلل من معدلات البطالة وتضبط من مستوى الاستهلاك عشان يبقى عندنا فوائد او لو مش هيبقى فيه فوائد نقلل من استيرادنا من الخارج عشان نوفر الأمان في المستقبل ضد العوز او الاحتياج احنا ما نبقاش محتاجين من حد حاجة ونقدر ان احنا نشجع من خلال كده الادخار ونوجهه الى عمليات الاستثمار ادخار في البنوك وشوفنا برضو جرعات من الدولة تشجيع للإدخار بشهادة استثمار يعني ذات عائد تاريخي فوق العشرين في المية الهدف من القصة دي يا أولاد ان نشجع للإدخار عشان نتم استثمار هذه الأموال في المشروعات إذن بعد تالت مهم جدا من أبعاد التنمية والداخل والداخل قلنا بيؤثر بشكل غير مباشر في التنمية البشرية يؤثر على الجانب الصحي ويؤثر على الجانب التعليمي زي ما قلنا من شوية أنا لما بقى معايا فلوس كوي لما بقى معايا مرتب أو فلوس تكافيني هقدر أعلم أولادي صح هقدر أعالجهم صح وبالتالي هقدر أحقق تنمية بشرية في جانب الصحة وفي جانب التعليم كده هنبدأ الدولة مستوى داخل مناسب للفرض هيخلي الدولة تحاول أنها تقلل من معدلات البطالة هتوفر الأمان في المستقبل ضد العوز تشجيع الإدخار وتوجيهه للاستثمار إذن أبعاد التنمية البشرية السلاسة هي تهدف إلى زيادة الناتج وتحديد مستوى التنمية البشرية كمان بتتأثر بعضها ببعض بمعنى إيه أولاد؟ الأبعاد التلاتة هدفها زيادة الناتج القومي هدفها أنها تحدد مستوى تنمية بشرية للدولة كمان أنها تؤثر وتتأثر في بعضها البعض فاكرين تؤثر وتتأثر كنا قلنا في الترمي الأول لو تتذكروا الصحة والتعليم يؤثران في التنمية الايه؟ الاقتصادي فهنا برضو الدخل التعليم الصحة يؤثر كل مجال في الآخر ويتأثر به فيتأثر التعليم بالدخل والمستوى الصحي بمعنى زي ما قلنا من شوية لو أنا الدخل عندي مرتفع هيبقى تعليم أولادي جيد هيبقى رعاية صحية جيدة طب تعليم جيد يبقى عندي خبرات ومهارات يبقى هلاقي وظيفة البطالة تقل الدخل هيزيد هتعالج صح برضو صحة جيدة يبقى عندي جسم قوي قادر على العمل والإنتاج يبقى زخله هيزيد يبقى هيبدأ يعلم أولاده بسريقة صح يبقى إذن كل الأبعاد بتاعت التنمية أولاد تتداخل مع بعضها ولا لا تتداخل تتداخل مع بعضها البعض تعالوا كده نروح لأبعاد التلاتة هي نستنتج منها أنها تهدف إلى زيادة الناتج القومي زي ما قلنا من شوية تحدد مستوى التنمية البشرية للدولة تؤثر وتتأثر في بعضها البعض فقال لنا هو على سبيل المثال التعليم يؤثر في مستوى الدخل وفي مستوى صحة الفرد ويتأثر التعليم بالدخل أيضا والمستوى الصحي تعالوا لاستراتيجيات التنمية البشرية يعني إيه استراتيجيات التنمية البشرية الاستراتيجيات دي مش جديدة علينا وخدناها في الدروس السابقة كتير وهي طرق خطط الوسائل اللي نقدر من خلالها نحقق تنمية البشرية بيقول لنا اتجه الدول العالم يا ولاد ومنها مصر طبعا إلى الاهتمام بالتنمية البشرية طب لما نقول الاستراتيجيات يبقى هتخش الطرق والوسائل لتحق التنمية البشرية في الثلاثة أبعاد برضو مش كده أو ليه يعني هتخش في الثلاثة أبعاد اللي هما إيه اللي هما التعليم والصحة والدخل فبيقول لي اتجه الدول العالم ومنها مصر نحو الاهتمام بقضايا التنمية البشرية فبدأت الدول دي تحط ايه واحد القضاء على الأمية الاهتمام بالقضاء على الأمية ده خاص بالتعليم تطوير خطط وأهداف التعليم واربطوا باحتياجات سوء العمل النقطتين الأولين الأولى والتانية هنلاحظ ان هما مرتبطين ارتباط كل للتعليم اقضي على الأمية وحط خطط وأهداف للتعليم واربطها باحتياجات سوء العمل طيب النقطة الثالثة ان انا هتم بالتدريب اعادة التأهيل استخدام احدث الوسائل التكنولوجية عشان ارفع قدرات ومهارات الفرق برضو هلاقيها مرتبطة بالتعليم يبقى بدأ باستراتيجيات التنمية في الشريحة اللي قدامنا كلهم مرتبطين بالتعليم يا شباب اقضي على أمية بطور خطط وأهداف التعليم باهتم بالتدريب واعادة التهيهيل واستخدام الوسائل التكنولوجية طب تعال شوف النقطة الرابعة تطوير نظم وشروط وقوانين العمل هنا يبدأ يتكلمني عن تحسين ظروف بيئة العمل وحسن قوانين العمل هنا كده هيبدأ يخش لي في يعني بعد الدخل بالنسبة للمواطن ان انا احط شبكة تغطية للتأمين الصحي وانا بدأ يخش في بعض الصحة عشان يشمل اغلبية فئات المجتمع وبرضو يعني اتجاه للدولة في السنوات الاخيرة للتوسع في شبكة التأمين الصحي ثم احاول اوفر مصادر لتمويل هذه المشروعات لان التأمين الصحي يعني المشروعات اللي تتبنىها الدول ويكون مكلف بصورة كبيرة جدا للدولة عشان كده لابد من توفير مصادر لتمويل هذه المشروعات سواء للرعاية الصحية او الصحة الوقائية دي استراتيجيات التنمية البشرية وزي ما قلنا من شوية بالدور كلها حوالينا الصحة والتعليم والدعج جايب لي نموزة جولات للتنمية البشرية لبعض الدول حققت التنمية البشرية هذه الدول مين هي؟ هذه الدول هي دول النمور الاسيوية ولما نجي نتعرف على دول النمور الاسيوية هنلاقيها هي الدول اللي ابتقع في جنوب شرق اسيا هذه الدول ما اعتمدتش في التنمية بتاعتها على العنصر الاقتصادي او الموارد الاقتصادية قدر اعتمادها على التنمية البشرية وبيقول لي ان الدول دي لما تعرضت يا ولاد في فترة من الفترات تعرضت لازمات مالية في السنوات الاخيرة ولكن استطاعت هذه الدول ان تسترد قوتها بسرعة ازاي يا مستر استردد قوتها بسرعة قال لك ارجع الخبراء استرددها لقوتها الاقتصادية بسرعة الى السروة البشرية التي تمتلكها تلك الدول حيث يعد الفرض داخل المجتمع اغلى رأس مال واسمى قيمة فهو المحرك الاساسي لكل عمليات التنمية بمعنى ان هما جميع اولاد عشان يحربوا يعني ينهضوا بالتنمية الاقتصادية عندهم فبدأوا يهتموا بالجانب الايه البشر ويعتبروا ان السروة البشرية اللي عندهم هي يعني عز ما يمتلكوهم وبدأوا يهتموا بالسروة البشرية وبدأ الفرض يحس بقيمته في المجتمع فبدأ يحصل نوع من التنمية السريعة اللي بدأت تؤدي الى تحقيق تنمية فبيقولنه فالتنمية هي منطلقها الانسان وفاعلها وهدفها الرئيس يبقى اعتمدت دول النمور الاسيوية اعتمدت دول النمور الاسيوية في التنمية بتاعتها اعتمدت على العنصر البشري تعالوا الاخر جزء معنا في الحصة النهاردة وهي التنمية البشرية وحقوق الانسان وصلت المرحلة يا ولاد اللي احنا يبقى التنمية البشرية زي ما قلنا فيه حق للعمل وفيه حق للحريات وحق وحق وصلنا في مرحلة المنظمات الدولية بقى زي الامم المتحدة والدستير طبعا بتاعت معظم دول العالم بدأت توصل لمرحلة ان التنمية البشرية حق من حقوق الانسان دي صورة الاول لنمور الاسيوية اللي قلنا استمدت على العنصر البشري في انها تحل اعزمتها المالية وانها تسترد قوتها الاقتصادية وقلنا ان الاقتصاديون ارجعوا هذا الى السروة البشرية زي تايوان زي هونج كونج زي الفلبين اندونيسيا ماليزيا سنغافورة طايلاند هذه الدول هي التي تعرف باسم النمور الاسيوية تعالوا نشوف اخر شريحة معانا التنمية البشرية وحقوق الانسان بيقولنا اصبحت التنمية البشرية حق اساسي للانسان وده اللي اعلنته الامم المتحدة والمنظمات العالمية ان اصدرت بيان واعلان اسموا يولاد الحق في التنمية حق من حقوق الانسان ويجتمل هذا الميساق على عشر مواد هناخد منهم ثلاث مواد اللي بيهموني في التنمية فقال لي اول حاجة ان الحق في التنمية بموجبه يحق لكل انسان ولجميع الشعوب المشاركة والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية طيب والانسان عشان يشارك في التنمية ويضع خطط للتنمية لابد ان يتمتع بهذه التنمية ويتمتع بالحرية ويفعل فيها حقوق الانسان تفعيلا تاما بمعنى ان انا مش اعرف اعمل تنمية في شعب من الشعوب او في بلد من البلدان الا اذا اتفعل فيها حقوق الانسان وتفعل فيها الحريات عشان يبدأ يتمتع بحقه في الحرية والتعليم والصحة والدخل زي ما قلنا من شوية نقطة تانية ان عشان نعمل تنمية في الشعوب او في المجتمعات لابد من تفعيل حق تقرير المصير وهو ان يبقى فيه سيادة تامة لهذه الدول على مواردها بمعنى ما فيش دولة تقدر تعمل تنمية اولاد وهي محتلة او في دولة اخرى مسيطرة على مواردها فيتضمن الحق في التنمية هو حق الشعوب في تقرير المصير والسيادة تامة على جميع صرواتها ومواردها الطبيعية النقطة التالتة او المحور التالت في البيان الصادر عن الامم المتحدة في الحق في التنمية هو لابد ان تضع الدول خطط سياسية انمائية بمعنى وطنية يعني ما تبقاش اجندات تملى على هذه الدول من الخارج ليه؟ لان كل دولة اضرى بمشاكلها كل دولة اضرى بما تعانيه فلابد بدمها قرر مصير الشعوب في انها تمتلك صرواتها وهوفر حقوق الانسان والحريات فلابد من ان انا اخلي الدول هي اللي تحط سياساتها اللي هتهدف بسرعة او بسرعة مستمرة الى التحسين المستمر في رفاهية جميع السكان وبالتالي هننجح في ان احنا يعني نصل الى ما يعرف باسم تمتع الانسان بحقوقه وما يقابلها من مؤشرات قياسية يبقى التنمية البشرية اصبحت حق من حقوق الانسان اللي لابد ان كل دول العالم بتسعى الى تحقيله طبعا بكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا وهو تنمية او ما هي التنمية البشرية طبعا يعني احنا كنا حطين بعض اسئلة كده ان شاء الله الاسئلة دي هنستكملها معاكم الحصة الجاية مع مستر احمد ومسمها هيبدأوا ان شاء الله يشتغلوا معاكم على حصة مراجعة كده على الوحدة التانية ان شاء الله الاسئلة معانا هي لكن احنا مشان نتطرق لشرحها النهاردة ان شاء الله هناخدها ان شاء الله الحصة الجاية مع بعض اسئلة اخرى على الوحدة بنتمنى لكم مزيد يعني من التفوق ومزيد من النجاح كان معاكم الاستاذ محمود فاتح المجاور الاستاذ احمد محمود السيد الاستاذة مهة عبدالباصط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته